وأنا أذكر قصة حضرتها بنفسي لشيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أنه جاءه رجل فقال له يا شيخ أريدك أن تتغدى عندي فقال الشيخ أعتذر لأن عندي موعد ملتزم بموعد قال أجل موعدك يا شيخ وتعال تغدى عندي قال لا أستطيع أنا مرتبط بموعد وأنا ملتزم به لا أستطيع أن أجل موعدي طالما أني وعدت الناس فقال الرجل علي الطلاق أنك تأتي تتغدى عندي فقال الشيخ لنأتي أنا عندي موعد وقلت لك أني لا أستطيع وأنني مرتبط فقال يعني تطلق زوجتي يقول للشيخ فقال الشيخ فلتطلق أنت الذي طلقته لسته أنا لو كانت عزيزة عليك ما طلقتها على غداء واتركه هو مش عنه تأديبا وهذا صح أن يؤدى مثل هذا الإنسان الذي يجعل طلاق زوجته على لسانه بأتفه الأسباب ترجمة نانسي قنقر